أهلا وسهلا فيكم انت وصلت عغلبون كلنا بالتصرف نحنا حاضرين ناطرينك منشان نخبرك عن هالضايعة الحلوة اللي عم نشتغل عليها من زمان أهلا محبين بلدي مضيفي عنا كل أساليب السياحة البيئية هيدا اللي عم نعمله اليوم وإن شاء الله نقدر بالوقت اللي راح تعطينا إياه نشرح لك قد ما في عنا شغل لان في عنا كتير كتير اكتفيتي ومرحب فيك وأهلا وسهلا فيك نحنا هلأ بالحقيقة هيدا القصة طبعا أنا بعتقد صار معروفة انو غالبون ضايعة كانت منسية قبل البلدية ضايعة منسية إذا بدي خبرك لازم بلشنك من هيدا أنا مهندز أنا ورندا مدامتي رندا من جزين جوزنا بلنا 1980 وكنا سوا بالجيمة عملنا شركة اسمها إرقا إهلي رندا جبرايل المكتب حاليا هالمبدئ لك بلشنا أنا ورندا شخصين من الجامعة اللبنانية لما كنت روح عالجامعة كان البابا ما معه يعطينا نصف ليرة نروح بالباس عالجامعة كانت روح وإلا نحنا خمس أخوة ما عنده هو كان بالدرك عأيام العز وما عنده معايش إلا معايشه بس شو عمل كل ما نخلص الفرصة بالصيفية جيبنا على غالبون هيدا الطراب اللي خليني أنا اللي جبرايل حاليا كون جزء منها منها الضائعة من الطرابة وعلمتنا هي وقال الله يرحموا الوالد العنفوين الكرامي الانستي وكيف بتحضر التارجت تبعك تتصال فاللي عملنا نحنا حاليا 750 هندس بالعالم عنا 15 مكتب خارج لبنان نشتغل بـ 25 بلد شغلين بـ 50 بلد بس حاليا نشتغل بـ 25 بلد نحنا منصدر حاليا خرايط لأكبر مشاريع بالعالم نعمل لأكبر مشاريع بالعالم من أولى بفخر لأنه أنا من هذا الضائع اللي عم تشوفه هلا مع صندياناتها بهالوقت كنت أعرف أنه غالبون ضايعة ما فيها ماء ما بيشتغلوا إلا عند الدخان كان عندي عمتي اللي منطلع لهون ما فيها طعملنا الا أكل اللي من اللي بطالعوا بالأرضات التبعة يعني من هيك بيطلع عندها يخنة بيطلع عندها لوبية شو بيطلع عندها بتعملنا الأكلة وتعلقت إنه لأ لازم أنا إذا أنا مهندز عندي كل هال عم عمر كل هالبلدين بالعالم عم عمر من إيران لـ نوركشوت بموريتانيا للسودان لأقاصي أفريقيا ليه ما بدي أعمل ضايعة إذا أنا ما بدي أعملها ما أحد أعملها وأخذنا الطريق وقلنا بدنا نعمل خطة استراتيجية لغالبون هاي الطريق نحنا عملينا أول خط إنه إذا نقطع الطريق بغالبون يجب نعمل رينجرود أنا عملت رينجرود بهذه الزون الخضرة وخلينا غالبون مثل ما هي هلا أنا أنا رئيس بلدية لسببين تعطي إنماء وتحافظ على غالبون مثل ما هي لأنه مش هيني إنه يكون رئيس بلدية ويقدر يعمل لأنه إذا أنا بعمل قرارات ضد الشعبوية ما رح ينتخبوني وهي لا مش مهم لألي بس أنا دايما كنت أخذ القرارات اللي اللي لازم أخذها لضايعتين وبالتالي الحمد الله هلا عندي كتير ناس مأمنين باللي عملناه وإنه هاي دي كلها طرقاتها النظفة كلها طرقاتها غالبون المنطقة هدا عنا هوني لريش سنجابريال ما شوفناه هون لأنه طعنا بسرعة كمان الريش سنجابريال لأنه هاي ماتيار نوبل العسل في عسل بمصر ومن ثلاث تاليب سنة بالتاكل فأنا لازم ننبش على شغلتين تنخلق فرص عمل أصلا هاي دي كانت لما بتعمل بلون ستراتيجيك لضايعة تطلب من كل الناس يشتغلوا ومن ثلاث تالي الوضع المادي لأهل غالبون منو كتير مثل كل أهل اللبنان في هاي المنطقة فنحنا شو عملنا؟ اللي عملته بلون نحنا نشتغل أنا بدل ما عمل ما بعرفين أنا زالي ممشتاجر قررت عمل بضايعتي من هيك بلشت اشتريبيوت عتيقة وحافظ عليها وحولها كل الانفتمنت اللي عملته كان يقولوا لي لشو عم تعمل انفتمنت بها الضيعة مين بدو يجيك عها الضيعة الحمدلله أنا برأيي كل اللي عملته كان بمحله لان لو خليتهم بالبنك كانوا راحوا ولو عملت انفتمنت برا ما حدا بيعرف فيها بينما أنا عم بعطي اكزامبل لكل الاشخاص اللي بحبوا ضياعهم بس بدنا بكل ضيعة يكون عندنا واحد او اتنين بيقدي بيعمل الفرق ولما بيعمل الفرق بيصير فيه اكتر من شخص بيعملوا فرق معهم بينما إذا كلنا منا نروح يعني أنا مرة كنت باجتماع عام بالبلدية قالوا لي طيب مرسول جبرايل انت لشو بدك تجي تدفع مصاري هون وانت مش هم تستفي قالوا أنا فيه ناس بيحبوا روح يقعدوا بمناكو بيشترو بوت وبينبسطوا أنا بمسط اجي احط اعمل بيت ضيافي والصبح او اعمل هايكينج والصبح كل اللي بيعملوا هايكينج ميجي نضيفهم بنقيش لبني من من شغل المنطقة ولا بنادورة شغل الجنيني تبعنا هيدا شغلة مهمة كتير فإذا فيه قصة نجاح أنا عم بقول نجاح لأن صلنا نحنا 12 سنة نحنا اشتغلنا بالمهرجانات اللي كانت فقط مهرجانات ثقافية فنية بامتياز ما عملنا شيء شعبوي ما عملنا شيء ضد الطبيعة ما بنعمل شيء ضد الطبيعة ما بنخلي اي مشروع يعني انا عم حاول امنع الكيميوي بغلبون لان قبل كان كل الناس تحط كيميوي لان بيتل عندهم الشجارة نحنا هلا كل زيتوننا احد عنا شديد للواينري كلها اورغانيك وبلشنا نعمل سقافة حب الضيعة بالطريقة الصحيحة ومن هون كان عنا هلا أنا بيرا خبروني نحنا عاملين مثلا مساعدين بلدية حردين اليوم عم يخبروني انه عم يعملوا فوتوغولتايك متل ما هلا راح تشوف انه عم نعمل فوتوغولتايك بالواينري راحوا على حردين قالوا لهم انه في زلمة اسمه إلي جبرايل هو اللي سألنا بسحة الكنيسة وعندي اكتر من 12 بلدية نحنا منساعدها مباشر من الا شو تجربتنا وكيف الواحد لازم يحب يعطي مش يعطي انا بقللون انا رئيس بلدية بالغلط رئيس بلدية بالغلط لانه الرئيس البلدية عادة لازم يكون سياسي لازم يعمل شكلي مش يطلع مراتاني رئيس البلدية هو جاي ما بدي قول يستفيد بس اذا ما عندو غير شغل وبدو يعطي وقتو معناتها بدو يستفيد وبصير يفيدو ويستفيدو مش معناتها كل رئيس البلدية هاك بس هدا السياسي التقليدي بلبنان هو اللي بياخده بيعطي نحنا جايين من مدرسة تانية نحنا مثلا بلبنان انا ما عندي ولا مشروع مع الدولة من 40 سنة ومش بلبنان بس بكل البلدين اللي مشتغل فيها نحنا منشتغل خارج اطار العمل العام ليه لانه نحنا بنتحاسب بالخطاع الخاص نحنا مثلا عم نعمل السفارة الامريكية عم نعمل تاور سما بيروت عم نعمل بيت مسك واحد من اهم القرى الجديدة اللي معمولة بالميدل ايسن ليه لانه في ناس عم بتحاسبك بتعمل مشروع بتحاسبك فبالبلدية انا دائما بحط حالي بالمحاسبة قدام اصغر واحد بيغلبون واكبر واحد بيغلبون لانه كلهم سواسية امام القانون وامام مصلحة الضيعة ليه مصلحة الضيعة؟ لانه نحنا من امن السستنابلتي هي ثلاث اشياء الطبيعة المحافظة عليها كرميل الاجيار الجديدة تصرف كهرباء اقل بتحافظ ع السهروات الطبيعية هادي اقلباس وبعدين عندك المدى الاجتماعي والثقافي نحنا بتلاقيهم مطبقين حسب قوانين السبعة عشر للأمم المتحدة بيغلبون انا بمثل لبنان بعدة مؤتمرات دولية بروح مع مؤسس مجموعة رؤسة بلديات على المؤتمرات اللي بقولوا شو بنعمل نحنا بغلبون هلا انا عم بعطيك منطقة كلها خضرة هلا صرنا بمعاد لانه هادي الجوار ونحنا عنا اجتماعيات حتى ما نجحت كتير لانه بلبنان منا كوليكتيبيتي يعني ما بيشتغلوا على بالجروب الكبار يعني نعمل اول اجتماع تاني اجتماع ما بيجي عليه حدا من هيك ما قدرنا نوصل وانه نحنا حاضرين كنا نعمل هلا عم ساعد كل القرى اللي حوالينا عنا 13 بلدية ضايعا او بلدية حلا اي شي بريدوه نحنا حطين حيننا بتصرفهم هلا يعني نحنا بيت الكهن بمعاد كمان واحد من المشاريع اللي عم نساهم فيها هلا كان معمول مركز الحجر الصحي للكورونا ابتداء من هيدا الشهر بيتحوى الميزون دوروبو للكهنة الختيارية ولا الناس اصحاب شو بسموه الهمم اللي هن البعاقيل اللي مونتال ولا يعني عنا نيش من الاشخاص اللي منساعدون متل ما منساعد عدد مؤسسات تاني فاذا العمل انا حكيتك شوي على القصب التاني بس تتعرف نحنا من وين جايين جايين من اول شي من الطراب تبع هذي الطايعا من اللي تعلمنا من اشدادنا واباقنا بهذه الطايعا اللي هي كتير 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 مهمة وبالتالي انطلقنا الى العالم كله بكل فخر وعنا نجاحات والحمد الله خد خرق عم نترجمة برجع اعطاء المجتمعات اللي اللي بنشتغل فيها بنعملها ذات الشي بنعمل CSR عنا جروب طويل عاليد بيشتغل على CSR بأيرجا تنشط اي مدينة عم نشتغل فيها لانه ما بيصير نربح بدون منعتي فهيدا العطاء هو سر الفرح انا مره قلت له لابني سألني اه انت فيك تقلي كيف قبط اكتر شي ما حبيت له بس قلت له يا ابني انا ما بعرف شو بقبط بعرف شو بدفع كل ما بدفع كل ما بكون عندي فرح لانه قد ما بدفع قد ما معناتها عندي تقدفع شغلة مهمة وتخلي حدك غيرك اللي عايز يعني بدون يعني بدون سبب يعني انت بدك تطعطي مش بدك تطعطي تاين تخبك ما بدك تطعطي بتا تربحوا ما بدك تطعطي وهيدا اللي بنعملوا كلهم مع شبابنا اللي بيشتغلوا معنا بالبرادية يعني اكتر من 80 شاب بيساعدونا بالمهرة جانيد عنا نحنا بلبنان عنا فوق ال 400 موظف ولا واحة كلهم سواسية كلهم بشباب مثلي مثل الرندة مثل كل مثلنا بنخافز على الانسان هون رح نرجع على دومان سان جابريال هيدا التالي توار طبعنا عنا 55 ألف متر مربع هون وهلا عم نطور 10 تلف متر بيغالبون منطقة تانية حاضرة هيدا الفوتوغولتاييك هون على المدخل عنا كل اهمة اجهزات عم نجيبها رح يكون عنا مثلا بنيفيكاسيون انتاجرال بيقولولي يمكن اول مرة عم بيرعمل او قديل اللي بيناعمل بلغنان بالواينيري هاي الواينيري كمان هدافة بالمستقبر حكون عنا واينيري كبيري هون محل هيدا الكونتينير اللي هي أرض لقلنا هيده رح يكون عنا ليتس تكنولوجي بالواينير جديدة بس لأنه كان في كورونا نجبرنا نعمر تنبوري الواينير لأن عندنا عنب كنا ناخده على البقاع تي يعصر لنايه هلأ عمنا نعصر عنا بيوت غالبون هني هلأ بيتين بيت في خمس قواط بيت في أربع قواط كل واحد تبعه شيء معمولين بلتساي كأنهم خمسة ستار هوتيل في عندهم كل مقاومات الرفاهية بس هني بيوت قديمة مجددة وقصتنا هيني لمن أنا صرت رئيس بلادي عملنا مخطط توجيهي سستينبل مستدام وقلنا أنه هيده غالبون لازم نعمل فيها ما بدنا نعملها مديني ما بدنا نعملها منطقة صيناعية لأنها منطقة حلوة بنخليها أرض طبيعية بنخليها خضرة ونعمل فيها بيوت ضيافي بنعمل فيها هيكينغ بنعمل فيها منشوف كيف منطور برودوي إيكوتوريس وإجت الفكرة أنه نعمل بيوت هل نطرين نشتريك في كم حدا هول بيوت مش لقلنا بيوت في نيس بدأت تبيعون لحدا بره إنه لقل نشتريهم شو منعمل فيهم؟ عنا أكتر من بيت شارينو هني بس نعمل فيهم بيوت ضيافي وهيك بلشنا اشتركوا في القناة